بعص الإرهاب يلاحق سعيد معارضيه هذا ما أكده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إذ يستخدم الرئيس التونسي أدوات مكافحة الإرهاب لملاحقة المعارضة السياسية فيما أصبح جهاز مكافحة الإرهاب التونسي مسيسا أكثر فأكثر وفق تقرير المعهد نفسه جهاز مكافحة الإرهاب الذي يركز بحسب الحكومة التونسية على الملفات الأمنية وملاحقة التنظيمة المتطرفة أصبح أكثر احترافا في ملاحقة معارضي النظام التونسي الحالية والتي تأتي في إطار مساع سعيد لترسيخ قبضته على السلطة معهد واشنطن أكد أن هذا النهج سيقوض في حال استمراره جهود استثباب الأمن التي تنادي بها حكومة سعيد مشيرا إلى أن النهج الذي اعتمدته الحكومة وانشغالها بقمع معارضيها تسبب بمشاكل خطيرة تعيد الأنظار إلى تلك الانتهاكات المرتكبة في تونس ما قبل الثورة تلك الانتهاكات التي رفضتها العديد من المنظمات الأممية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لا سيما بعد الاعتقالات التي نفذتها السلطات الحكومية على مدار العام الماضي والتي طالت تونسيين بتهم إرهاب غير شرعية في قضايا كثيرة بينهم صحفيون وقضاء ومسؤولون أمنيون ونقابيون وناشطون وسياسيون وغيرهم حتى شملت أفرادا من أحزاب معارضة سعيد الذي يستنسخ تجربة أنظمة عديدة لطالما اتخذت من الإرهاب وسيلة لقمع المنتقدين والمعارضين لا يجد حرجا من التطبيع مع النظام السوري والدعوة لإعادة فتح سفارة بلاده في دماشق وإن كان رأس الهرم فيه وهو الأسد قد تسبب بمقتل مئات ألاف سوريين وتهجير ملايين آخرين فالأمر بحسب سعيد شأن داخلي يبيح المحرمات مدام الزعماء يرددون شعار الوطن وإن كانوا مستبدين اشتركوا في القناة